اشتركوا في القناة وإدارة الاتصال ثانيا وكيل الوزارة ويتبعه الوكيل المساعد للصحة العامة ويتبعه إدارة الصحة العامة إدارة تعزيز الصحة الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات ويتمعه إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد المالية إدارة المعلومات والتخطيط وإدارة الخدمات المساندة ونص المرسوم الثاني رقم 68 بتعين وكيل ووكل مساعدين في وزارة الصحة جاء في المادة الأولى أنه يعين الدكتور وليد خليفة يوسف المانع وكيلاً لوزارة الصحة المادة الثانية يعين في وزارة الصحة كل من الدكتور محمد أمين يوسف العوضي وكيلاً مساعداً للمستشفيات الدكتور مناء العلوي سيد أمين العلوي وكيلاً مساعداً للصحة الأولية الدكتور مريم إبراهيم الهرمسي الهاجري وكيلاً مساعداً للصحة العامة والأستاذة فاطمة أحمد عبدالواحد وكيلاً مساعداً للموارد والخدمات ونص المرسوم الثالث رقم 69 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري المنشأة بموجب المادة رقم 3 من قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2017 وفقاً لأحكام هذا المرسوم ونص المرسوم الرابع رقم 70 بندب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله الخليفة رئيساً تنفيذياً لمؤسسة التنظيم العقاري بدرجة وكيل وزارة إلى جانب مهام عمله ونص المرسوم الخامس رقم 71 بتجديد تعيين الدكتورة جواهر شاهين لمضحك رئيساً تنفيذياً لهيتي جودة التعليم والتدريب لمدة أربع سنوات ونص المرسوم السادس رقم 72 بتجديد تعيين السيد أسامة عبدالله العبسي رئيساً تنفيذياً لهيتي تنظيم سوق العمل لمدة ثلاث سنوات